موسيقى 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 من الاخبار اللي سمعناها النهاردة واحداثة قدر من الالتباس كده عند الناس وخاصة اللي هم منهمش علاقة بي المجال القانوني هو ان محكمة جناية الاسماعيلية اصدرت حكما بحبس المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بضبور لمدة ثلاث سنوات في قضية تعطي المواد المخدرة طيب من عبدالرحمن ده مش عبدالرحمن ده هو اللي مرتكب مسبحة ايوة هو اللي ارتكب مسبحة الاسماعيلية واللي صدر ضد حكم بالاعدام منذ 45 يوما طيب الناس طبعا حصل عندها نعمر ده واحد 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 اعدام ازاي يصدر ضد حكم به الحبس ثلاث سنين طيب انهي حكم يتنفذ قبل التانية هيتحبس الاولوا بعد كده هيتعدم ولا هيتعدم بعد كده هيتحبس طبعا يعني ايه حصلت حالة من اللبس كده عند الناس ولكن الموضوع يعني برضو يعني اه ممكن اذا كنتوا حضراتكم متابعينه او لو مش تابعينه انا بقوله لحضراتكم ان اه وفقا يعني القانون طبعا في مصر طبعا هو بيطبق بشكل عام ومجرد القاعدة القانونية قاعدة عامة مجرد بتطبق على الجميع وبتطبق بشكل مجرد والنهاردة حتى لو كان هو واخد مية حكم الاعدام لو فيه قضية تانية او فيه واقعة تانية ثبت ان هو ارتكبها بيحاكم ايضا عليها يعني مش هنقول القاضي مش هنقول ان هو كفاية خلاص انه خد اعدام لا لو كان فيه عشرين جريمة هيحكم في العشرين جريمة بالاضافة الى حكم الاعدام طبعا ما فيش حاجة على تنفيذ عقوبة الاعدام لن يصبح هذا المتهم موجودا على قيد الحياة ولكن طبعا جرت العادة على ان تصدر الاحكام في جميع القضايا اللي يعني ارتكبها او في جميع الوقائع او الجرائم اللي ارتكبها المتهم عبد الرحمن ارتكب جريمة قتل بشعة يعني منذ شهور قليلة في الاسماعيلية انه هو يعني اتل شخص يودع احمد صديق وفصل راسه عن جسمه طبعا في مشهد هز يعني القاسي والداني بشكل بشع جدا وحمل الرأس ومشى بها في الشارع الوقع طبعا لا اكيد ما فيش حد ما يعرفهاش لا في مصر ولا برا مصر الوقع دي انتشرت انتشار النار في الهشيم وطبعا اتقال فيها في الوقع دي انه كان يعني متعاطي لمخدر الشاب ومخدر يعني يعني فضيع جدا بيزهب عقل الانسان بشكل جبير بيأثر عليه بشكل كبير جدا وانه هو السبب الرئيسي او انه كان متعاطي لهذا المخدر قبل ارتكابه الجريمة وبالفعل اثبرت المحكمة ان المتهم عبد الرحمن نظمي كان متعاطيا لها دي المادة المخدرة قبل ارتكابه الجريمة وان كانت هي مأثرتش على قواه العقلية يعني هو كان عاقد العزم والني على ارتكابه دي الجريمة وبالتالي وخد اعلام اصدرت المحكمة حكمها بحبس ثلاث ثانوات في قضية المخدرات اذا القضيتين قضيتين منفصلتين يا جماعة عشان برضوك ايه للي يعني حابب يعرف من حضراتك هذه المعلومة القانونية السريعة القضيتين قضيتين منفصلتين قضية القتل قضية وقضية المخدرات قضية تانية خالص مش مرتبطين ببعض ملهمش علاقة ببعض فهو خد اعدام في قضية القتل وخد اتحكم عليه بتلت سنين في قضية تعاطي المواد المخدرة طيب طب الناس طبعا برضو اللي هما بالهمشو برضو يعني علاقة بيه المجال القانوني يقوله طبعا هو خد اعدام طبعا لو هيتعلم هيتنفذ الحكم التاني ازاي لا طبعا الموضوع ما بقاش كده هو المتهم طبعا لما بيصدر ضد حكم بيه الاعدام او حكم فيه اي جنيا عمون بيبقى قدامه طريق الطعن بالنقد طريق الطعن بالنقد محكمة النقد طبعا هي محكمة واحدة على مستوى مصر طبعا وهي محكمة موجودة لتفسير عشان موجودة لتوحيد تفسير القوانين او تفسير قدم محكمة النقد الاحكام بتاعتها بتعتبر زي قوانين داخل الدولة بتعتبر وبطوقة مرجعية في امام المحاكم مواد السنة المحامين بيقولوها امام المحاكم بيستندوا الى احكام محكمة النقد في المواد او في القضايا اللي هما بيترافعوا فيها يقولوا محكمة النقد اصدرت الحكم الفلاني فيه قضية مشابهة الحكم رقم كذا في الجلسة رقم كذا في السنة القضاية رقم كذا اللي قال كذا فبيبقى حجة او له حجية زي القوانين بالزبط فمحكمة النقض محكمة واحدة لانها محكمة بتفسر القوانين فلما المنتهم زي هناخد مثلا المثال عبد الرحمن النظمي اللي هو ضبور يعني باللوقتي هو اتحكم عليه من خمسة واربعين يوم بالاعدام شنقل ده حكم ده طبعا ده مش حكم نهائي حكم تساوف يتم نقضه النقض بيكون في خلال ستين يوم من تاريخ صدور الحكم ستين يوم من تاريخ صدور الحكم طبعا عبد الرحمن هيقدم الى محكمة النقض طبعا لما المحامي بتاعه يعني يقدم النقض لي محكمة النقض بيمشي في اجراءات الطعن بالنقض طعن لان المبدأ في مصر مبدأ التقاضي على درجتين في مصر مبدأ اسمه التقاضي على درجتين في درجة اولى ودرجة تانية والدرجة التانية دي معمولة لتلاف الاخطاء اللي ممكن محكمة اول درجة تكون وعد فيه فهو ده مفهوم مبدأ التقاضي على ضربتين فالمفروض ان عبد الرحمن سوف يحاكم سوف يحاكم المفروض اذا تم الطعن بالنقد خلال ستين يوم من تلف صدر الحق فعبد الرحمن هيمثل امام محكمة النظر طبعا بحكمة النظر انها محكمة واحدة على مستوى الجمهورية فطبعا امامها عدد كبير جدا جدا كم الاف القضايا فطبعا بياخد هو دور زيه يعني اي شخص المفروض ما قدم في اي حاجة مثلا لو صح التعبير يعني هو بياخد دور مش مجرد ما بيتعمل يعني بيتعم بالنقد محكمة النقد بتنظر القضايا بتاعته لا ده فيه دور عندها زي رول كده او دور كده طبعا ممكن نفسلا تقول القضايا بتاعته رقم الف رقم الفي رقم界 تلات تلاف فبينتظر ممكن يعد سنوات ممكن يعد سنوات الى ان يحين موعد محاكمته امام محكمة النقد او نظر الطعن بتاعه مش محاكمته لان محكمة النقد لما بيطعن امامها اول مرة محكمة النقد ودي برضو معلومة لحضراتكم اذا حبيتوا يعني تعرفوها محكمة النقد عندما يطعن امامها لاول مرة لاول مرة فهي بتكون محكمة قانون وليست محكمة وقائع محكمة قانون بمعنى ايه محكمة قانون انها بتنظر للقضية طبعا لما بييجي بقى معاد نظر القضية طبعا زي ما قلت الحركة ممكن للانسان الشخص اللي بتاعنا بالنقد يقعد سنين عبارة ما محكمة النقد تنظر بتاعنا بتاعنا لانها محكمة واحدة وهي موجودة عشان تفصر او توحد تفسير القوانين على مستوى مصر من فعلش يبقى فيه اكتر محكمة نقد دي تفسر القانون بمعرفته وليه بمعرفته وليبقى فيه تنازع في القوانين او في تفسير القوانين فهي محكمة واحدة على المستوى طبعا فيه ضغط جامد جدا عليها فمحكمة النقدة لما الشخص مثلا زي ما قلت ناخد موضوع زي موضوع عبد الرحمن هو صدر ضد الحكم من خمسة واربعين يوم فقدامه يعني مثلا نقول حوالي مثلا اه لان عبال ما يتم الستين يوم في خلال الفترة دي المحامي بتاعه بيتقدم بالطعن بتاع محكمة النقدة طبعا لما بيحين معاد نظر الطعن بتاعه محكمة النقدة بتكون طبعا اول مرة تعرض عليها القضية اول مرة تعرض عليها القضية وبالتالي محكمة النقدة في هذه الحالة لا تتعرض ليه موضوع القضية او موضوع الجريمة ولكنها بتبص هل القاضي بتاع محكمة الجنيات اللي هي محكمة اول درجة اللي أصدر الحكم بالإعدام ده أو أي مكان بقى الحكم يعني أي مكان الحكم سواء حكم الإعدام أو حكم حبس هل طبق القانون صح ولا لا يعني المواد القانونية اللي استند إليها القاضي في تطبيق هذه العقوبة هل هو طبق القانون صح ولا لا يعني هل هو الجريمة دي فعلا هو طبق عليها المواد القانونية صح ولا لا فلو كان محكمة النقد رأت إن القاضي بتاع أول درجة أو محكمة أول درجة طبق القانون صح وما فيش اي مشكلة خالص فابتحكم بقبول الطعن نقضا قبول الطعن شكلا لاسف معلش قبول الطعن شكلا يعني هو الشكل القانوني تم استفاق الشكل القانوني وتقدم في المعادة القانوني يعني الاجراءات الشكلية بتاعت الطعن تم قبولها شكلا هو قدم الطعن في المعادة القانوني وقدمه بالشكل القانوني ويقترافع او قدم مذاكراته بالشكل القانوني فالشكل العام سليم قانونا وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة اول درجة لو حكمت محكمة النقد بهذا الحكم إذن أصبح حكم نهائي وواجب النفاذ أصبح حكم نهائي وواجب النفاذ خلاص يبقى هو كده كده هيتعدم بقى خلاص فيهاش كلام طيب لو محكمة النقد قدت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمة المتهم مرة تانية يبقى المتهم هيعاد محاكمته خلاص يبقى محكمة النقد رأيت أن فيه خلل في تطبيق القانون من محكمة أو الدرجة فبتوعيد محاكمة الشخص نرجع من أول السطر تاني عبد الرحمن دبور ده هيرجع يتحكم من أول السطر تاني زي ما يكون لسه أول مرة داخل محكمة يأمام نفس الدائرة يأمام دائرة مختلفة أو دائرة تانية وأغلب الظن بيكون أمام دائرة تانية بتنظر الدائرة برضو كواقع القضية والكلام ده كله وبعد كده طبعا بتصدر حكمها طب لو صدر ضد حكمة بالإعلام تاني يعني صدر الدائرة اللي يعاد محاكمته مرة تانية أمامها أصدرت نفس الحكم بالإعلام بيطعم بالنقد مرة تانية ولكن في هذه الحالة بقى في هذه الحالة محكمة النقد بتتحول من محكمة قانون إلى محكمة وقائع وقائع بمعنى أنها بتنظر لموضوع القضية وبتصدر فيها حكم وبتصدر فيها حكم هي هنا بقى تحكم عليه يتأيد حكم الإعلام يتحكم عليه بالبراءة يتحكم عليه بالحبس وده يعني ده النظام المعمول بي ولكن عموما إذا يعني طبعا زي ما قلت حركه هو اتحكم عليه بالإعدام وتحكم عليه في قضية المخدرات فدول قضيتين منفصلتين ده بس عشان في حالة من اللابس كده أنا حبيت بس أطلع وضح الموضوع ده للي حابب يعرف يعني معلومة قانونية كده يعني على الماشي أو على السريع زي ما بيتقال فهو طبعا دول يعني قضيتين مختلفتين وزي ما قلت إنه هو بالنسبة لي قضية القتل هو طبعا ممكن يتقدم بالنقدة لو فاد الستين يوم اللي هي الفترة المحددة للطعن بالنقدة ومحدش طعن يبقى خلاص الحكم كده هيبقى حكم نهائي واجب النفاس خلاص لإن معاد الطعن بالنقدة له فترة دي اسمها الموعيد والمدد القانونية للطعن كل طعنه له مدة معينة يجب إن يتم تحريك الطعنة أو يتم مثلا زي المعارضة الاستقناة في الطعن بالنقدة كل دي لها مدة قانونية معينة لازم يتم التحرك في هذا الإجراء في خلال هذه المدة لو تجاوزنا المدة يبقى خلاص سقط حق الشخص في هذا الطعن فلو هو طعن بالنقدة وطبعا زي ما قلت حركه القصة بقى هتتم إزاي زي ما أنا حكيتها لحضراتكم ممكن ترجعوا تاني للفيديو دي بس حبيتنا أنا أوضح القصة كده في عجالة برضو كوي يعني نحب اللي إحنا يعني وأحب اللي أنا برضو كافيت حضراتكم برضو ممكن معلومة قانونية كنا ندخل شوية في المجال بتاعي احنا تكلمنا في قضايا كتير وتكلمنا في موضوع كتير ولكن الحديث في مجالي اللي أنا يعني أعمل به هو المجال القانوني ما تكلمتش فيه كتير إن شاء الله بالزلال نتحدث فيه خلال الفترة القادمة كثيرا إن شاء الله ولكن طبعا هي القناة لأنها قناة منوعة بتناول فيها موضوعات عديدة فأنا مش عاوز أخليها متخصصة في المجال القانوني نتكلم فيه موضوعات مختلفة ولو فيه أي موضوع قانوني ثار فيه الطريق يعني أو في السكة نتحدث فيه أشوفكم على خير إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد دبتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته